السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعيني القناة الكرام الفيديو النهاردة ازاي نصلح زينة رمضان اللي بالشكل ده دريقة سهلة وبسيطة تابع معانا الفيديو للاخر اول حاجة هنشوف مصدر الكهرباء شغاله اول حاجة هنشيل الجزء اللي هو فيه الدائرة هفتح الدائرة هتبقى معي بالشكل ده اول حاجة هنشيل دخل الكهرباء اخرى الكهرباء واتاكد ان الكهرباء شغاله او لا هنجيب المالتيمتر وحطه على الوضع الاي سي او الطيار المتغير هو كده انا معاي في البنسة بجيس اوتوماتيك هنجيس دخل الكهرباء هنشوف دخل الكهرباء فين الاي سي وهجيس متين وثلاثين ضوط كهرباء داخله موجودة في كهرباء هجيس الخلق بتاع الكهرباء او التيار موجودة المستمر وهجيس الخلق بتاعه داخل الكهرباء وخارج كهرباء مظبوط يبقى في اللدات اول حاجة بالعين المجردة هنمسك قطعة قطعة زي كده وافحص الاسلاك بتاعتها لان ده لهم متوصلين على التوالي لو اي طرف منهم الجطع بيفصل اللدات كلها هتأكد توصيل الاسلاك ان هي واصلة كويس معاي واحد واحد اه موجود هنا ايه واحد المقطوع هفقه هو نظام كربساكت هنجيب اي قطعة معدنية واحاول ايه افكه بس بحذر عشان ما يتكسرش معاي ونشوف الطرف المقطوع اللي فاصل وهوصله الكويس ونشوف الطرف المقطوع يكبر عشان اخبار المترجم اخبار 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 نشوف الطرف المقطوع منها حينما الطرف ده هو المقطوع من الليت اوصل للكهرباء واخد الطرف المفصول زي كده وحاول اجرب زي ما حالكم محصين الطرف ده مقطوع يبقى تأكدنا ان الطرف ده اللي هو مقطوع يعني اي طرف من الاطراف اللي داخل على كل قطعة لو طرف منهم القطعة باقي الدايرة مش هتشتغل معاي هنجيب الكويه وولحم الاطراف بعد ما تأكدنا انه هو اللي فاصل واشتغل معانا اشتغلت معانا الزينا اشتغلها؟ باقل اشتغلها؟ وا chocolate باقعد據 باقريبع줘 باقربح ها؟ باقربح باقربح هنقرب 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 ولو كان المشكلة محروك وهنقرب الكنترانس محروك او دائرة الباور بتاعت لدات او ممكن نجيبها من اي مصبط لد بيبقى فيه هنا اربع مصامير مربطين انا شلتم عشان بس وقت الفيديو ما اقلش اربع مصامير فكتهم اذاك الدايرة تبقى معي اذاك الدايرة فيه هنا ادخول كهرباء اللي بيبقى فيه جنب الاربع دايودات او الاربع سيليكونات والمكاسف ده دخول وهنا اللي خروج مكتوب عليهم سالب وموجب وده الو ان الو ان دخول كهرباء سالب وموجب خروج كهرباء ده دخول طيار متغير وده خروج طيار مستمر هنجرب معاكم وده خروج وده خروج كهرباء هنجرب معاكم كهرباء كهرباء دي لمبا سرية وهشيد رفين دول يا من الترنس زي ما حضركم شايفين اداك الترنس خالص بسوك بتاعه شلته هاجي رفين اسلاك ديولة ربطهم زي كده رفت تاني هربطوه عشان وصل الكهربا كده الكهربا معي وصلة مفترض انه مشتغلش معاي مشتغلش معاي هاجلك الاطراف بتاعي اسلاك زي ما حضركم هتلاحظوا كده اشتغل معاي كده اشتغل معاي بس هشتغل معاي سابت مش هشتغل معاي متغير ده برنز بتاع اللمبة او شريط الليد او اي شريط ده بتاع الكفر بتاع التاني عشان ما حدش يقول ده فاصل بتاع الشريط ده وده كان الفيديو بتاعنا النهار ده يارب الفيديو كنا لعجابكم لو اعجابكم الفيديو لايك واشتراك لقنا في ضرورة سامرا والسلام عليكم ورحمة الله بركاته وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله